موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج ملف الأسبوع برنامج أسبوع يأتيكم ممسية كل سبت على قناتكم نوميديا تيفي ملف هذا الأسبوع هو احتلال الجزائر للمراتب الأولى عربيا وعالميا في حوادث المرور وتسجيل قتيل واحد خلال كل ثلاثة ساعات لتعرف عن الضيف نتابع هذا البورتري أعدته لنا الزميلة أحلام مغزوز ونعود نوع فكان المرور تأدي إلى خطير بوكسيتان دونجي إذن سير مرشان ريال في طريق السيار تدلها لك ما لا وحدة 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 من منا لا يعرف هذا الصوت هو صوت بلا سورة إنه الشرطي المخفي اسم يشعرك بالرهبة ويعود بك سنين إلى الوراء إلى طريق السلام بالإذاعة الجزائرية بالقناة الأولى والشرطي المخفي بالقناة الثالثة ليدخل فيما بعد العزون إلى التلفزيون الجزائري مخاطباً لمشاهد بالصوت فقط طريق السلام برنامج توعوي من أعداد وتقديم محمد العزوني إن دل على شيئاً إنما يدل على روح المسؤولية التي يتحل بها هذا الشرطي ورغبته في تجنيب العديد من المشاهدين الوقوع في أخطاء شائعة هي السبب الأول في حوادث المرور خبرة أربعين سنة أبأ إلا أن تكون دليل قانون المرور يضعه بين أيدي المشاهدين محمد العزوني من موليد 1937 بسستارة بالعاصمة حبه للشرطة وإتقانه للكتابة عن الآلة الراقنة جعله يلتحق بها مباشرة بعد الاستقلال كمتعاقد في صفوفها بقسم سنتجان التحق فيما بعد بصفوف المصلحة العامة للأمن العمومي سنة 1962 تكون في ولاية سيدي بالعباس سنة 1966 ثم انتقل للعمل في ولاية بجايا بعدها متربسا إلى ألمانيا ليتخصص في الشرطة المرورية الشرطي المخفي دليل طريق السلام بالصوت والصورة محمد العزوني يحل ضيفا على عدد جديد من ملف هذا الأسبوع ضيفنا هذا الأسبوع هي شخصية ظلت صوت بلا صورة لزمان طويل الخبير في أمن الطرقات محمد العزوني الذي عد وقدم لسنوات طويلة حصة الشرطي المخفي ثم حصة طريقة السلامة على تلفزيون الجزائري في البداية عمي محمد أهلا بك معنا أهلا بك شكرا وأشكر نوميديا تيفي وأشكر كذلك مشاهدين ومشاهدات القناة لأنهم يستقبلون اليوم في بيوتهم وبارك الله فيهم شكرا جزيلا نرحب أيضا بالزميل هشان بن عودة الذي يرافقنا خلال هذه الحصة أهلا مرحبا بك مرحبا بك سيال عزوني شكرا في البداية عمي محمد هل كانت تحدثنا عن قصة الشرطي المخفي وعن قصة طريقة السلامة وكيف أتتك هذه الفكرة الجوهرية وكيف وصلت إلى قلوب كل المشاهدين كل جزائرين لا يوجد أحد لا يعرف عمي محمد أيضا حدثنا عن قصة ظهورك وتكسيرك لذلك الحاجز الشرطي المخفي وظهورك في أول حصة تلفزيونية بعد ربما 25 سنة من الاختبار نشكر للأخي الكريم في الواقع الفكرة شرطي المخفي المشاهد الكريم يعرف باللي المتحدث كان في جهاز الأمن وراني متقعد من جهاز الأمن ولكن شاهدنا أن السايق السيارة أو المخالف إذا كان شاف راجل الأمن يحترم ويمثاثل أما إذا كان عند غياب راجل الأمن يعود يخالف القانون نحن قلنا لو كان ندير الفكرة على شكل كاميرا مخفية لنشوفه هذا السايق بدون ما يشعر بوجود الشرطي درنا تجربة أنا شافيه في أحد الخطراء إشارة عالم تقيف وحطينا دراج واقف عادوا الناس يبالغوف الوقوف اللي يوقف تماما بنصع حتى يشوفوا الشرطي باش يروح نحينا نحينا هذا الدراج خلينا البلاكة وحدها عادت الناس يعني شفنا باللي الإشارة وحدها ما عندها حتى قيمة ما إيش راح تنزل تفرض على الإنسان بايت توقف إذن هذا خلتنا شوفوا كيف نشعره يعني تقريب ندير الجانب بسيكولوجي بايت يشعر السايق أنه ممكن يتشاف بدون ما يشوف وهذه اللي دلقنا في الفكرات على الشرطي المخفي كانت سيارة عادية سيارة عادية الكاميرا معنا والمتحدث هو يسوق والدراج مدرق في حال ما إذا كان شفنا مخالفة التاكبت نصوروها ونعلقو عليها من بعد أن نديرو الدراج يوقف المخالف ونتحدثوا معه طيب بالفكرة كانت مليحها وعطات صادق كبير بحيث الإنسان عادي تخوف لعلا يفوت في الشاشة عمي العزوني بما أنه صنعت الحسة وحققت نجاح كبير هل العزوني أو الشرطي المخفي كان صحفي بزي شرطي أم أنه كان شرطي بزي صحفي لا أنا ما كنت عمليا ما كنت في الصحافة ولكن كنت حظ لأن الإدارة للإدارة كنت رسلتني رح تكون في ألمانيا الأكاديمية تعشراتها في سبادن وين تكونها في التخصص للمرور وحاولية المرور والسلوب البيداغوجي البيداغوجي للكوينيكاسيون إذن هذا كل الحوصالة هذه خلتها استولدتها اليوم جبتها ما جبت سلبانا لكيوي جبت معلومات وكنت مديين يعني عندي دين لدى البلد لأن الإدارة بعتتني وكلفتني وصرف التعليا قلت أنا عندي أجيون دات هنفيرا السوسيتي ولا هذيك نبدأ نكون ونوصل لرسالة وطبعا ما كتفينا شبن المعلومات هذه لليوم الحمد لله اللي وكاللت لازم ننتبه ونوصله ما خلوش القيطان يفوتنا بالحديث عمي محمد عن ارتفاع أو عن حوادث مرور ما هو سير ارتفاع حوادث مرور في الجزائر واحتلالها المراتب الأولى عالميا أنا عندي مراحظة ندرها على كل وسائل الإعلام كلهم يصلتوا الضوء على حدد حوادث المرور ولكن ما يصلتواش الضوء على الارتفاع عدد السيارات لأن في سنة 1905 هذه نطمن المشاهد الكريم نعم في 1985 وأنا مسؤول على كلامي كان عدد الوفيات ربعة لثمية وربعة وثلاثين كاتميل سان ترانت كاتمول كاتر فانتسنك بحوالي مليون وسبعمائة سيارة مليون وسبعمائة ألف سيارة اليوم السنة الأخيرة هذه أربعة لثلاثمائة وربعة وخمسين قتل نعم بما بين ستة إلى سبعة مليون سيارة زيد لها سكان اللي كانوا حوالي 25 مليون اللي اليوم رأنا نقربه 40 مليون إذن إذا كان عدد الوفيات قاعد في استقرار السكان والسيارة تزادوا يعني كاين شيء إيجابي طبعا غير كافي لأن أموريتا وموردوترو كما يقولون إذن نصيبه بالليل سنويا رأيت الحق أدنى أدنى رقم 250 ألف سيارة بدخول سنويا حتى 500 ألف سيارة في 2012 ما بين 2012 و2011 إفاقوا مليون ومئة ألف سيارة اللي زادت طبعا هذا كلمتال الشعب اللي يقول لك إلا تزيد المال لازم تزيد الدقيق يعني هذه وحدها النقطة الثانية آخرين يقولوا إحنا هنا الرابعة آخرين يقولوا إحنا هنا اللولين ولكن المقايز كيفاش نعدوا هذا حدث حول تمر أدو سيدي نورم أولا نعدوا على السكان نأخذها على سبيل 200 الصين الصين عندها 100 ألف قاتل ولكن مليار و500 ألف نسمة طبعا هذه روسيا راي في 29 ألف حتى 30 ألف قاتل يمشي وعلى حساب الابوبراسيون وعلى حساب الحاضرة نعم ما نقولوش احنا عنا بزاف يزاكسيدا طبعا احنا نرغبو باش نقلسو ونقلسو ولكلين يجبنا هذا المواطن الكريم نفهمه ونحسه ونربيه ونوصله المعلومة لأن قانون المورو يقولوا ما احترم شقانون المورو وش مقانون المورو لهذه النقطة سيد العزوني قبل ذلك في ذل أرقام المخيفة التي تسجلها المصالح الحماية المدنية والمصالح الأمنية تسجل ذات المصالح أو تحرر المحاضر للمتسببين في حوادث المورو أنت كنت ضمن الذين أولئك الذين يحررون المحاضر للمخالفين لقانون المورو يعني ما هي أغرب الحوادث التي مرت عليك خلال مسيرتك يعني يدى ظاهرة حوادث المورو لأننا نتخوف مع هذا القتل الجماعي حافلة تتقلب هنا نغتنم الفرصة باها نوجه ندال المسؤولين وصحاب القرار أننا لازم نرفع المستوى تاعد سايق الحافلة ما هو ما هو الفرق ما بين قاية طيارة فوكار نعم لتفرد أربعين شخص في السما خطرة قليلة وهذا كليس سايق الحافلة ليرفد ثمانين شخص المستوى ولو لازم نطلع له المستوى شوف إذا كان لو تولي رأي هنا هذا سايق الحافلة من الباك وما فوق لماذا؟ لأنه لازم له يعرف عندما تكون الآلة تتحرك تخضع إلى قواعد فيزياء نعم يعني التقى الحركية يعرفها والقوة المركزية الطريدة ما يعرفهاش ويقول لك الله غالب تقلب بالك كذا هذا الله غالب يجب أن نعرف من يش عارفنا السايق الحافلة وسايق سوميرو مرك نسمى خطورة يجب أن نطلعه للمستوى طبعا شبه أمي شبه أمي يسوق نذكر على سبيل المثال الحادث اللي وقع في وجر سوميرو مرك يزدم كانوا ثلاثة رجال الدارك يعينوا في حادث اختلوا فيه ثلاثة وزاد لبصت عشرين سيارة كانت حابها يعني عارف ما هي التقلي إذا كان نسمى خطورة هذه كانت توزن مثلا 26 طون وكانت على 80 كيلومتر في الساعة شوف انت يدير الحساب التقلي الحركية راهي أطنان وأطنان طبعا البروب لما هنا قد لك في المنعارج يقول لك تقلبت فيها ديفو ما فيه عش ديفو انت ما تعرف السوق ما يعرف يصوق بالمفهوم الأكاديمي أما هذيك نوض برمير دوزيام ما هي هذيك السياقة السياقة لازمها تربية على سبيل المثال جاي بالرقي سوميرومور كرافة كونتينير حاوية يدوب لي حافلة وتتقلب يتقلب سوميرومور بالحاوية بالكونتينير يتقلب على الكار يوقع 18 جاريح بعدهم للمستشفى زميرلي طيب هذاك شيق عرف باللي كانت شحينة كانت فارغة المركز الجاذيبية سندوغرافيدي لها كان هابط وعرف باللي كين طلعوا الحاوية فوق المركز جاذبية يطلع وبالتالي عندما يطلع تتقلب هذا ما يعرف هاش نا المستوى يعني ممكن تطالبون سلطات بتكوين سائقين الخاصين بالعربي الكبيرة والممرن ماهوش دنبول على كل حال السيشتاء ما قابل هاكذاك سيشتاء ما قابل هاكذاك حتى المترشح عندما رح يفوت البرمي خمسة دقائق طبعا خمسة دقائق وجز باروك عليك ولا كلاح بط ولا نا نا نعم سيد محمد العزوني بصفتكم خبير في أمن الطرقات إذن بحديثك عن السائق وحديثك عن قانون المرور أين يكمل الخلل هل في السائق أو في قانون المرور السائق سائق ضحية جاهل اللي علمه نعم وهذا اللي علمه ماهوش دنبه لأن الإدارة قبلته طبعا نهار اللي نفكره لكن يا حال نسمح المشاهد الكريم اللي كان ولت لي يا نايا بايكون مدير مدرسة علم السياقة لازم له الليسانس وبايكون مونيتور على الأقل باك فلوس لازم يفهم ويقر هذي الوطو ماهوشو طي كل أنا كلمتي كل نحدفها أوطو أوطو كوميرس أوطو لحبيد ماهوش دنبه لإدارة قبلته دار مسابقة سابق أنجح مبروك عليك ماذا عن قانون المرور المطبق في الجزائر قانون المرور ليه طارق قانون المرور وصل للمواطن أولا كان هناك قانون المرور ما يش هذيك العشرين براكة اللي يعرفها وخلاص والله هذيك المفترق الطرق هذا يجوز هذا وهذا يجوز الصفر وما يخضر قانون المرور النصوص القانونية رحي أكثر من ثلاثمائة ما عليش على كلها المنش رح نديره جوريس ولا خابير في قانون المرور مع الأقل لازم نوصل له القانون المرور نوصله له عندما أولين يجب أن يفهمه وإذا فهمه يستوعبه وإذا سوعبه يتقبله وإذا تقبله يحترمه وذكر على سبيل المرور القانون المرور ما هو ش ردعيه ما هو ش قمع نعطيكم زوجمتي للمشاهده الكرم أم البواقي سايق سيارة بجنبه ولده مرة ثلث سنين نعم نحن القانون قال أن الطفل قبل مع عشر سنين ديروه من المقاهد الخلفي ديرو بجنبه يقولها الأحسابه باللي القيادة تبلوكات حبست خبط في الحيط خبط في الحيط بواحد القوة يعني فعل لدرجة الطفل ثلث سنين ترفد خرج عبر الزوجاج وخبط رأسه في الحيط ومات ربي يرحمه أولا ما كان شي يمشي بالسياسة بلغا لي كان في المدينة منطقة حضارية عفوا المفروض ما يفوش خمسين كيلو ميت فساعة باها يعني باها تفطف المولى ثلث سنين خرج وعبر الزوجاج وخبط رأسه ليه هذا والقانون ويش قالنا قال لي الولاد ديرو من لور دوك هذا لو كان فهمنا المفهوم تعلق القانون أنا ماشي نحطه يدي من لور على خطر أن يخايف يديرو البروصي ولا ينحيو للبرميق لازم نزول هالفكرة نحترم قانون مورو خايف على الأكسيدو هذي وهذا أندوز يمك يقول لك بللي كيتمشي مور مركبات خلي ما بينكو بين المركبة مسافة أمنية مع قونا منو عراجة تع أذكار سايق يمشي ما ورا الشاحنة الشاحنة في المنعارج تنحل الريدال تحها وكان حاملة لفيراي لفيراي تحت على الكاروسة قتلتهم في جوج إذن هنا كنا نرجع للور وشوف القانون قال لي كنتمشي مور مركبة خلي ما بينكو بينها مسافة أمنية واسمها ديستانس دو سيكوريتي مسافة أمن يعني هذا يعني الامتلة عديدة متعددة يبقى ذوك الشي لننذى اللي نوجهه نترجع المشاهد الكريم ما تحترم شقانون المورر على خاطر خايفين يحاولك البرمي ولا يديرك بروسي نحيا من بالك هذه الفكرة أحترم قانون المورر باش ما يصرر لكش مكره إذا كان لماذا لأن رجل الأمن هو ش موجود بارتو والدارك إنما الحادث موجود في كل مكان النهار اللي نوصره ونتخوفهم من موقع الحادث نسلمه وانتصبح نتعرف بعائلة رفد ولاد سبحان الله رفد المرأة والداري وكذا ويغامر فيهم يا باب دوبلي هذا وفتنة نرى أنا موش نقولك على كل أحال أنا نحترم قانون المورر ماشي خايفين حاول البرمي ولا يديروني بروسي نحاف نحترم قانون المورر من غير الأخوة لأنه هنا ندخل في سياقات دفاعية وش ليه سياقات دفاعية مهما تكون المهارات ديالك انت مهارك شو واحدك في طريق لازم تتخوف من الآخرين نعم طبعا نعم زميل يشام فاصل قصير عمي محمد مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام اهلا بكم من جديد عمي محمد اهلا بك هشام من جديد اهلا مرحبا تحتل الجزائر المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات في حوادث المرور اذ يقع حادث كل عشرين دقيقة وقتيل في كل ثلاثة ساعات كما بلغت خصائر الجزائر بسبب الحوادث مئة مليار دينار نتابع الورقة التالية عدها الزميل هشام بن عودا ونعود وفتو ثلاثة واربعين شخصا وجرح ألف ومئة وسبعين شخصا في حوادث المرور خلال هذا الأسبوع فقط وأكثر من سبعمائة قتيل سنة الفين وخمسة عشر رقم رهيب يسجل ضمن قائمة مصطلح على تسميته بإرهاب الطرقات هي مأساة حقيقية لازلت تزهق الأرواح كل يوم وفي كل مكان عبر التراب الوطنية وأرقام نهولة تكشف عنها مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني والشرطة الجزائر تتصدر قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحوادث المرور في العالم ومنذ سنوات السياقة المتهورة عدم احترام إشارة المرور السياقة تحت تأثير الكحول السرعة المفرطة وصيارات مهترئة كلها أسباب وأخرى ساهمت في تفاقم الوضع ويبقى العامل البشري المتسبب الرئيسي في الكارثة فلا الحملات التحسيسية ولا رضع القانون ولا العقاب خفف من حجم هذا الإرهاب فهل غياب الثقافة المرورية هي السبب؟ أم نقص التوعية؟ أم أن لمدارس تعليم السياقات العن في الكارثة؟ من يخفف من حجم الأرقام المخفة؟ هل هو السائق نفسه؟ أم القانون الذي يردع هذا السائق المتهور؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب عمقاً في التحليل والدراسة بالتفصيل أولاً بأول كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة في إرهاب الطرقات ومن ثم يظهر للعيان المسؤول والجاني والضحية ولحد كتابة هذه الأسطر يمكن القول إرهاب الطرقات إلى أين؟ إلى متى؟ أهلاً بكم من جديد مشاهدين الكرام زميل هشام تابعنا هذا التقرير لديك ربما أسئلة نعم السيد العزوني شاهدنا التقرير معاً وتحدثنا قبل قليل عن أسباب حوادث المرور يعني هل ترون أن إشارات المرور في الجزائر مطابقة للمعايير الدولية والله أنا شيرت لها نختح السلسة السؤال ما الذي يوضع إشارات المرور وهذا الذي يوضعهم أنا أن أحكي لكم أوتانتيك خرجتها مدينة من مدينة تصبحنا عمال يغرسوا بلاكا في الكاميرا سقسيناها قالوا الله ما لبالي أنا بعتوني قالوا عن الخرجة ديرها أنا قدرتها وأنا لقيت أعوذ بالله ما قلت أنا لقيت بعض أماكن منعار جعل اليمين خطير والبراكا تقول منعار جعل لي أصبح خطير طبعا على كل حال هذي سبق في القديم ونقتنموا الفرصة ونذكر سي عمار غولكي كان وزير الأشغال الومية وتكلمنا معاه وقال في هذا الوقت قال نبعد مهندسين للخارج يتكونوا باش يوضعوا الإشارة وين نلازم لها أنا سبيل المثال المشاهد الكريم بنا كان يعرف باب الواد المكان تقع الرميلة رميلة سير سانسوينيك تجاه واحد فيها ثلاثة سبول راح انتجاه واحد وكاين الراصف عريض فيها حتى ثلاثمائة ثلاث يعني ما كانت التحواس البارمنات إبعا إشارة التوقف ممنوع على أنا هنا نقتنم الفرصة بها نقول الوقوف والتوقف يكون ممنوع في حالتين يا أما وجود السيارة يحرق للمورور أو وجود المركبة يشكل خطر خارج من هاد الحالتين خلاص ما نعطاش على مكلة أموميات البارد ولا مركز سرطة ولا ولكن ماش بالبلزير والله صدقنا يا إخواني خطرات ما يعرفوش الفرق ما بين التوقف والوقوف لأن التوقف لا ري باب المقبارة بولفار دوف لاندر باب مقبارة عاري أن تادي يعني كيقولوا التوقف عندها تتوقف ما ينزل واحد بلك نسمى خارج القانون وهذا المفروض تكون في الأماكن أحساسة مالكو الشرطة والله ثاكينة ثاكينة تعالى أسكر ولا مالكين مالكو الشرطة ما هوش الغرس والبلاكات أما هذه كتاعة تمام من واحد لـ 15 وـ 15 وـ 16 تكون ناو وقت ونحن شاء الله نعود لشرحها المهم أولا نوضع الإشارة لازم لها كان توصيات توصيات وزارية مشتركة الانسيليكسون تير مينيستريال اللي صدر في 15 جويل 74 فيها وزير الداخلية وزير أشغال عمية ووزير نقل تلت وزارة شرفه على وضع الإشارات وين تكون موجود هذا كتاب هاك دايق موجود ولكن تتبق وراء هل ترى البلدية عندهم هذا نستو أدري إذن الإشارة لازمها تكون معمولة بحكمة وتكون دراسة تمشي خرين يقولون نقتنم الفرصة باش نحاول نشرح شوية وش نوال بلان بلان تيركيلاتي قلني يقول يقدرنا بلان تيركيلاتي ما كاشا بلان كاينسان بلان أولا مخطط المورور لبلان تيركيلاتي مخطط المورور لبلان تيركيلاتي هاداك يعني الناس اللي عندهم سيارات بايشيرو نعم وكايني تبعو مخطط النقل تعال الناس اللي عندهم سيارات ليخذو الحافلات ضوك هالي كدير أصوح دخرة أحياء سكانية والأماكن وين يخدمو ضوك هاداك مخطط المورورور تعال الناس اللي عندهم السيارة بلان تيركيلاتي تعالي عنده السيارة من يتنقل مخطط الموشات اللي عندهم اللي عندهم تعالي اللي عندهم اللي عندهم حق بايشي في مدينة لأننا تغسية العالمية تعالي كونغرين ديها للا پريونسي روتية يقول لك يا روتية هنا عندنا نحن يعني نكون هنا خبار اللي يدرسوا هاد الخمس مخطط ما كان لك يفوضر علي دوس مان دي مان فراغماتيك خطوة بخطوة ولا ما قدرناش لحن لش لك يا من باتوا شبان هو يتكون ويجب يا من جيبو خبار هنا يساعدونا في وضع أو دراسة هدي ولكن نايت سالوا يزم يعيشوا معنا طبعا يزم يعيشوا معنا بايش يشوفوا هذا إذن حاوذ مرور هي مسؤولية الجميع عمي محمد هل تعتقد بأن القضية هي قضية إدراك عقلي لسائق قبل كل شي يا بني وش نقول لك شوف كان وحد الظاهرة مجهولة تماما وهذه الظاهرة هدي هي النعاس في السياقة عدد وفاية عدد حواذة المرور المميتة في الطرق السيار تعالى النعاس أكثر من العفارة في السرعة وأكثر من الكهول بلسكو لكونديتوني الطايف بلسكو لكسيد فيتس 33 حتى 35% من حواذة المرور المميتة رجع للنعاس وهنا نذكر على سبيل المثال الحفيلة التي طاحتها لخرجة تيارت في الشعبات على قرطفة نعم مؤخر 150 متر نعم قلها حولي 30 قتل على زوجتها صباحة سيان بورطان الحفيلة هذه قلعت من حاسي مسعود لماذا قلعت من حاسي مسعود لأن بشور سلت لذلك المكان كان ضربة 1130 كيلو متر مسافة طويلة هذا وعلى زوجتها صباحة لأن هذا يجب نوصلها للمشاهد الكريم عندنا ساعة بيولوجية في المختانة النورولوج بيولوجيك هذه النورولوج بيولوجيك فيها مرحلات كاين أوقات أوقات وين ريقاظة الخافض الخافض من وحدة بعد الزوال حتى الأربعة سليبو فيجيل قيلوا لك ما قولوا ومن بعد إنشان يتفطن والعاود على الجوش تعالصباح حتى الخمسة تعالصباح تاني فترة عن نوع هذا الحالتين هدويا يوقعوا فيهم حوادث المرور ونفضل المشاهد الكريم يشوف يتبع الصحف عندما يشوف لوقات اللي يوقعوا الحوادث يسيبوا هذك لوقات كثيرين طيب هذه سموها السومنولانس بعد بلدان فقوا بها ودروا كين وسائل كان حتى واحد وسائل اسموها شكل بلوتوت ونورية جيف كين يغلبون الناس عندما يتحرسوا ترنع الودن تفطنوا باش يفقد هذا الفاكتور هذا 35% 39% ذك شيدون مورتيل بال لسومنولانس با هذه السئلة البيولوجية هذه فيها البيوفيجيرانس الخفاض الياقضاء علش تكون علش تكون لأن العين تعس بالنور العلميار هذه بعد الظهور تتغير ما نحسنهاش كإنسان ولكن العين تدخل تروح للمخ المخ يخلق واحد الهرمون ونشوف نطلب الإخوان يبحثوا هنا على الهرمون هذي لميلاتونين خاصة هذه سيد عزوني قطعتك هذه خاصة ممكن بسيقين لقودون مسافات طويلة ويصابوا بالإرهاق ولكن للتخفيف من حوادث المرور التمسنا بعض المجهودات التي تقوم بها السلطات من خلال بعض الاستراتيجيات التي قامت بها للحد من حوادث المرور ورغم ذلك لازلنا نقرأ ونسجل أرقام مخيفة عن حوادث المرور أين يكمل الخلل في نظرك؟ نعود نرجع يعني كنا ندرق مور الصجرة ونعسوا إلى دير البرتابل وما دير سبته هذيك يالا بريفونسيون هذيك ردع هذك ممكن ممحلات الموئي شارك مورو هذيك يالا بريفونسيون ونسجلوا هذيك المواطن با نعطيها لفرصة أخرى كان بعض من الناس يقول لك كيفالوطورو تهدي مئة وعشين كيلومتر عندك كروسة صحيح عندك كروسة طب وعندك راس انتر سيكيريتي وعندك اليرباق هذو كشدو لكاركاس البرانية ولكن الأعضال داخل الأجزاء الداخل القلب والمسارن والريا والفود ولو مالا أصان فان عالور مالغيريك لسانتير ومالغيري اليرباق وتكون صدمة يموتمو لها لأن الاشي رجاء هذو يعرفوها يسموها لومور بروبر وش ما عندها ما عنده حتى يصابة ببرا ولكن كي حلوه يلقوا ينبوه فهمت دوكي مالا مئة وعشرين مئة وعشرين مئة وعشرين كيلوميت بزاف ونزل تاني هاجة أخرى انت تمشي مئة وعشرين والأخر يمشي مئة وعشرين في مسافة مئة كيلوميت يدي عليك استدقائق نعم إذا العامل السرعة هو المتسبب الرئيس يدي عليك استدقائق نعم عامل السرعة اه اه اكتل خطورة للإصابات نعم سيبور نسمعنا العبرار تكون قوية هذا على السرعة وده حاجة أخرى كنتمشي انت مئة وعشرين كيلوميت في ساعة هذا كتدير ستة وثلاثين متر في ثانية وشن فيها ثانية مجرد ما ترفع تجيلك من حالك سياراتون تحط فوق الفرن هاي راح ستة وثلاثين اذا كنت ناشطي اذا كنت فاطن اما اذا كان بعد ساعتين سياقة هذا كرت الفعل تأكي ولا زوج ثانية ثم تولي اثنين وسبعين متر غير باشترف فعل جيرك منك سياراتور تحط في الفرن فوق سوميس وصندوز متر اذا كان خرجت لك حاجة جزا الميت متر ما عندك ما دلو نعم جميل هي رسالة مهمة الفرق كبير وكبير جدا عمي محمد بالحديث عن عربات الوزن الثقيل والحافلات التي سميتها او اطلقت عليها اسم القتل الجماعي وليس النقل الجماعي وليس العربات الوزن الثقيل هل هناك مدارس سياقة خاصة تملك عربات أو حافلات ما كان حتى مدرسة كان مغلاوي رحمه وزر السوق كان عطا تعليمات باللي مدرسة لباش تكون سومير وموك لازم يكون عندها سومير وموك جميل وفي بالي كانت مدرسة واحدة في ججل اللي كان ملاهى عن مستوى الوطن يعني مدرسة واحدة وكان يكريها هذي كشمي نعم نظرك هنا كيف نكتفق بكاميونات بس القانون يقول يبدأ بخمسة وثلاثة 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 كيلو نعم حتى تانتوية 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 ميل تانتوية كيلو اذا نعقب في الكاميونات الصغيرة ونعطيه البيرمي بوالور ومع ذلك القانون خرج ما زلنا ما تبقناش خرج سبعة وثمانين اقسم الورث التقيل على زوج من 35 ونطر حتى 19 طن بوالور 1 ومن 19 طن 38 طن بوالور 2 ولكن يومنا هذا ما زل ما تبقش ربما علاش خضينا قوانين اللي ماقدرناش نصار على تنفيذهم ولا تسبيقهم دونك الوجو نتاقيل سي كاتاستروفيك وقلت سبق القول وقلت ما هذا كسيق سبع يسم الخرين نعطيه وشو معلومة الفيديا كسك يلدقاش كم الانرجي سبق القول وقلنا على التقى الحركية الانرجي سينيتيك القوى المركزية الطريدة لا ما يعرف همش وغالب غالب هذا كالسا يقول انتقل ما عنده مستوى دراسي وحنا نحتاج يكون عنده مستوى نقرر لابد تكوين يعني فقط تكوين ضرور هذا هذا كل ممرن عنده المستوى الدراسي الكافي بايل قيد دروس تعل الفيزياء في حتى بعض المدارس يعني تبيع رخ السياقة متكون ش المتربيسي هذا مشكل كثير ما يسبب مشاكل ما يسبب حوادث مرور مرور والله العظيم ماذا القضية قضية تخوف ولازم يزمن نكون الناس سجعة بش نخضو على هذا البروبلام ونشارج على الصح ونشارج على الصح ما نشارح نلغي وليزوط ويكون ولكن من هنا فصعيد هنا جيب لصص دير جيب لصص لصص شاهد شاهد في تعليم حتى يكون يكون كان مدير مدرس التعليم السياقة مدير مدرس التعليم السياقة ما هو الفرق ما بين تكوين مهاني مركز تكوين مهاني بها يعلم واحد يدهن دهان حيط سانة ديراسية نجار باقي طاب المنشار اللوحة ولا يصمر طاب هوري سانة ديراسية نعم وما كعش الخطر نعم والسوم يلوم وقت من يوم 30 طن نعطيه لهم بعد أسبوع لأسبوعين تكوين أنا كان أمالي وطرحتها الوزير التكوين مهاني السابق وطلو المفروض التكوين المهاني ياخذ السايق المحترف على الأقل الكونديكتشوفر البروفيشونال ياخذ وإلا لازم تلتشور تلتشور وإلا لازم تلتشور تلتشور يفوكي الانفورماشيان سبحان الله العظيم هذه ستانجا ما نجار كيف هذه الصورة ما المهم لازم هذا السايق نرفعه للمستوى يكون عنده نعم نعم لابد من التكوين ورفع المستوى أمر مهم جدا للحد من حوادث مرور سنتحدث أيضا عن جلب الخبراء من الأجانب من أجل إعطائنا وصفة ربما أو اقتراح وصفات من أجل حد من حوادث مرور ولكن ذلك بعد الفاصل المشاهدين الكرام فاصل ولنا عودة إليكم ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام بغرض التقليل من حوادث المرور والتي أصبحت الجزائر تحتل فيها المراتب الأولى عالميا وإيجاد الحلول المناسبة للحد من الظاهرة تم هذا الأسبوع بالعاصمة الاتفاق على شراكة توأمة بين وزارة النقل الجزائرية ووزارة الداخلية الإسبانية نتابع التقرير لزميلة كريمة اشتطاح ونعود قريبا ستستقبل الجزائر خبراء إسبان في مجال السلامة المرورية لتأطير وتكوين نظرائهم الجزائريين لوضع استراتيجية محكمة ونقل التجربة الإسبانية في المجالات المعتمدة للحد من حوادث المرور هذا المشروع هو أن نقف على الأليات التي ستسمح لنا من الاستفادة من التجربة الإسبانية في هذا الميدان حيث سيتوافد عدد كبير من الخبراء الإسبانيين بتلقية الدروس والأليات التي استعملوها من أجل تلقيس من حوادث المرور ممثلة وزارة الداخلية الإسبانية الطرف الثاني في التوأم مع وزارة النقل الجزائرية أكدت أن بلدها لن يبخل في نقل تجربته الرائدة في السلامة المرورية وسيتعامل باحترافية مع الخبراء الجزائريين سفيروا بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر أكد أن الاتحاد سيعمل جاهدا على التقليل من حوادث المرور المتزايدة بشكل نحيب مع المتزايد 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 لتعمل في المدين المتزايد مشروع التوأمة سيدوم عامين من تمويل الاتحاد الأوروبي وتأثير وزارة التجارة الجزائرية أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام الخبير في أمن الطرقات محمد العزوني تابعنا وإياكم هذا التقرير لماذا الجزائر اليوم مضطرة لجلب خبراء من الخارج من أجل إعطائنا وصفة سكرا على كل حال نباركه بالمبادرة إذا كان نباركها ولكن القضية قضية التطبيق الأفكار والنصوص موجودة أنا نرجع نطلب مثلا المشاهد الكريم يذكر في 1972 وقت لي كان ربح بيطات بيرحمه وكان وزير مكلف بالنقل كان نصدر قانون على المشعر نعم لا لكرون طاكيكراف إلا يمنا ما تبقش وضوك تفطنو قالك هلا حين نديرون المشعر نعم يصدر كارون تروازون من الصدر القانون ما تبقش نعاو تانين التربية المرورية في 1987 عامية وسبعة وثمانين القانون سبعة وثمانين سفر تسعة 426 0 في المادة 21 426 صح في فان تويتا اصدر المادة هذه 21 تنص على إدخال التربية المرورية في المؤسسة التربوية نعم نعم صح في فان تويتا لو كان اطفل هذا كانوا في عمره سنين ندخل وتلقى هو سائق تربية اليوم عنده 34 عام هم تشبع بقانون المورور على خاطر المرسوم التنفيذي ما خرج ومادام ما خرج المرسوم التنفيذي ما نجموش نتبقوها ولكن إذن الوصفات موجودة يعني كي كي اصدر القانون تعبلي فوق مليون مليون دينار لازم لو يدير عن كونت بونك المرسوم التنفيذي غضوة من ذلك خرج أرى هو البروبلاب هو لطائب اللي تو بقى إما إحنا لو كان ولدنا هذا تحسروا على التربية المررية في المدراسة نعم اليوم أنا هو بسك نشوف دبر التربية المررية تأدي إلى الوقاية من حاوضة المرر والوقاية من حاوضة المرر تأدي للسلامة المررية نحنا ماشي ديركتومان للسلامة المررية مستحيل إذا كان يكون ضرور يفوك إلى الإدوكاسيون روتير بش يفهم معلاش كما قلنا نحنا يالك الإنسان اللي يجري يفوك 140 قد تفهم معلاش باللي سبت ما تسلك كش بالفعل يجم يفهم بعد ما التربية المررية نجوز لابر المرر بعد نتحصر على السلامة المررية ذو اتفاق يدارو مع اسبانيا مع كل البلدان ومرحبا بيهم بشرط أنا نستور القماش بس هنفصل هنا يعني الخطوط العريضة معروفين ربما ما شافوهم المشاهدين الخطوط العريضات نرجع الإحصاء قبل قبل الإحصاء سيد العزيوني حتى التقارير الأمنية يعني تتحدث عن المتسبب الرئيسي في حوادث المرور وتأكد أن السرعة المفرطة يعني في نظرك هل فعلا السرعة المفرطة هي المتسبب الرئيسي والوحيد حوادث المرور خاصة المميتة منها يعني السرعة المفرطة قلت قبل 120 كيلو متر عنده في ثانية واحدة 36 متر يعني أصد ما تكون عينيفة وكل أعذران تكون جسمة هذه سبب وكل ما يجري ما يكون عنده بعيد فدا هذك الحادث هذي أنا معك سرعة المفرطة ولكن كيف هنوصل المواطن باش ما يجري 120 وبزف 120 وبزف كان 80 لازم له أولا يحترم لأنه كان دراسة باش وضعوا هذه الإشارة 120 كان بلدان في أوروبا ما موصل ش 120 صندس ومؤخرا نذكر فرنسا بلا صندس كومبلكس ومن بعد يجي وزير يلغي القانون هذا ويجي القانون جديد رأينا أنه في 66 وفي 74 و 87 و 88 و 90 و في 2001 و 2009 يطروا دلواء نعم طروا دلواء إذن كل هذه الوصفات لم تحد من حوض مرور هذا هو السبب ربما الذي اضطرهم لجلب وصفات من العنصر البشاري كنقوله العنصر البشاري لكن عمي محمد قبل ذلك جلب الوصفة من إسبانيا أو خبراء من أجل إعطائنا رؤية هل الإسبان أو الأجانب يعرفون عقلية الجزيرة أكثر منكم طريبا إذا كان هما فازوا ونجحوا في إسبانيا لأن موجهين هذو توجيه للمجتمع إسباني هنالجم أننا كما قبلت قبلك وليس ما عليش نستورد القماش ونفصل نعم جميل نرجع للإحسائيات عندنا إحسائيات هنا غير موجودة لا نجح إحسائيات خصونا لزي بيديميولوج معنتها هذك المصاب في مكان الحادث نحشبه مصاب وراح للمشة شفاء ما تبعناش إلا مات ولا إحيا ولا خرج ولا ما خرج هذي واحدة ثانيا عندنا مثلا قال كاتميل تنرى سان سين كونت كاتمور نعم ضوك دقا قوم لي شحل منهم سواق شحل منهم كنالكب بجنبو نعم بسك الطبيب بيع يعطيك هل العلاج لستاتيستيك يعطوني أرقام حقيقية 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 باش نعرف ورا هاي الضحاية هنا أولا كان دي نورب على حسب كل البلد وش قويتها كان البلدان اللي تبع الجارح تلتية كان سبعية وكان البلدان اللي قادير عشقها شهر شونا بلزي بيديميولوج كان واحد الشاب يعني شوفها ويدرسة حاليا في الجزائر باش يدير اللي بيديميولوجي معندها هذك الموصاب نتبعوه نعم نتبعوه في المستشفى ونعسسوه إلى خارج ما عندنا بورطان اليوم ارانا بالإنفورماتيك ارانا بالإعلام العالي ارا بالكمبيوتر المفروض جينا سهلا دونك القضية هذي هذي سيطري باش نعرف غدواء وين راهم وين را الخالل نقدم العلاج جوب جوب تنصبت الثلاثمات على حساب المال با دوك هذا البربرم دي سلاتيستيك دوك يجي منه هنا نتعلمو كيفا نقومو بالإحصائيات ندخلوه في علام الآلي ما بقاش الحساب هذك بليبوشت أربعة ورشم نعم اليوم لازم ندخلوا للإعلام الآلي والحمد لله اليوم الناس قام متحكمين فيه باش يعطينا لسوليسيون اما دوك بانيا مرحبا سؤال لابليكاسيون على غرار العام البشرين اللي قلنا أنه هو المتسبب الرئيسي في حوادث المرور فيه أسبب أخرى أكيد تتسبب حوادث المرور مثلا اهتراء المركبات أو اهتراء الطريق يعني اللي تسير عليها المركبة يعني هل ترون أن هذه العام هي أيضا مسببة في حوادث المرور والله يشوف أسباب عديدة ومتعددة فيما يخص حوادث المرور يعني خطران حتى الصحافة بيهديهم حادث المرور وقع خاطر ما بين يعني جيكا ما بين بوسعادة وجلفة حافلة لتنقل نقل المسافرين دلالين الصحافة يقول لك نظرا للمنعرج الخاطر وكانت تشتات صب وهذا هو الأسباب ليخلوه للا السايق ماشي ماشي الاشتلى للفيراج على خطر أولا هذا السايق عيدير الخط هذا ما بين بوسعادة وجلفة ويدير ها للعام ذوك المنعرج يعرفوا ثانيا كانت كانت تصب وشتا وشتا ومشي ما ماشي يشوف ها اسكو يسوق كيما يسوق في الشتا كيما يسوق في الصيف لك يفضل إكسبر كيسا خطرت سيب لفوت الاب بلوي سيب بال لفوت الاب بلوي عليها لفوت الاب بلوي أما هذك قبل الأسبق الأخ هذر على تكلفة ما عندنا جمع بلستراتيسيك فيها واحد الخابير قال سبعين مليار دينار في السنة واحد أعطى مئة مليار واحد أعطى مئة وخمسين مليار الملاير هذا في الكوارط يجي لي وبرك معناش تقييم يعني قال مئة مليار مئة مليار دينار عمي محمد ربما اقتربنا لنهاية وقت البرنامج نمر إلى أسئلة رواد التواصل الاجتماعي بسرعة ربما زميل هشام سيختار سؤال نختم به هذا العدد من برنامج ملف الأسبوع تفضل زميل هشام كآخر سؤال نعم شريف فيها رواد التواصل الاجتماعي العزوني طرحوا عليك كثير من الأسئلين نختصر بعض منها واحد بلال يوسفي يقول ما هي الطرق أو السبل للتقليل من حوادث المرور فيه أيضا زميل آخر يقول نعم فيه زميل آخر يقول لو تختصر ربما سؤال واحد يفي بلال سؤال واحد الأخت طرحت عليك سؤال قالت كم من رخصة سياقة سحبت للمواطنين خلال مسيرتك المهنية والأخ بلال يقول نحايد لبالمين نعم أنت سيد لازم أنا أنا مش بردعا أنا من بالتوعية والتربية والتحسيس بشير وحلق إذن خلال مسيرتك لم تقم بسحب رخصة سياقة من أي واحد لا لا ما نحيش ما نحيش من الروحي ما نحيش جميل من هنا إذن نصل إلى ختام هذا العدد ملف الأسبوع لهذا البرنامج شكرا أو كلمة آخيرة قبل أن نخطب والله ما قلنا أولو نعم يعني ظاهرة هذه 45 عام متحدد تعالج فيها في الإيداعات طبع مشكلة عديدة ومتعددة ولكن خلاصة القول هو أنقول السايق الجزائري ضحية تيشين فيكتيم مشكلة علمو وهذا اللي يتعلم ليعلمو ما خرج لا من أوكسفور لا من من صوربون خرج من القهوة كيف نغرش فيه التربية المرورية إذن نعود نغتنم الفرصة بأن وجهني دا المعالي وزيرة التربية على إدخال التربية المرورية في المؤسسة التربية ولكن نقول لا تسرعيش كون المكوينين هذا واحد وزي تاني وجهني دا المعالي وزيرة الأشغال العمية أمار بخطاب رضي الله أنه يقول لك إذا كان بغلة عطرت في بغداد نعم أنت حاسب عليها نعم ولا حديث غياس لأننا نشوفه اليوم الكاريتة أو كاريتة بلدية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لم تلقى عن الطريق ويدوروا لي المصامر في الطريق والدودان نسقسي المواطن قال لي أنه نحوش الحفرة الصغيرة وين هرب يمنحفاري فيهم فيهم قال لي نحوش نسوق ما يكونش يركز على الموشاة ولا على السيارة التي غير كيف يتفادى هذه الحفرة نعم جميل نتمنى إذن عمي محمد أن تصل رسالة هي بوقت البرنامج لا يفيد طبعا للحديث عن حوادث مرور والمعضلة التي مروا بها الجزائر حصلة رهبة ورهبة جدا وهو ما سمي بإرهاب الطرقات شكرا لك عمي محمد على تلبية الدعوة وعلى ساعة صدر شكرا للمشاهدين على سبارهم علينا نعم شكرا زميل هشام على المرافقة طيب شكرا زميل شريف إذن مشاهدين الكرام إلى لقاء آخر إلى ملف آخر في ملف الأسبوع في العدد القادم إلى ذلك الحين تقبلوا تحية طاقم البرنامج دمتم في رعاية له في حفظه في أمان الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة